اسم الله الحلقة واستلام و السلام علي السور لله الحمد لله ازاي علم بالقلم علم الانسان مع المالم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سبعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحلقة دي شباب هنزاكن مع بعض ازاي نجاوبة على نصوص منطيب على مداثة ماذا ولا ضادل اللي أنا صلى يعني عليه الش Monger صلى على النبي صلى الله عليه علاه الصلاة والسلام يقول قبل انك اstar على النصوص متحررة اiniz اعْ تحير النصوص المتحررة. لازم تراجع الأدف بتاع مدرسة الدوان وبعدها تتراجع النص بتاع المدرسة. لهو نص رساء ايه? نص رساء مي! لازم تراجع النص الكويس وتشوف المعلومات اللي مهمة اللي فيه. تشوف سماة الشاعر سماة اسلوب الشاعر كلام دا كله عشان تعيق عشان تعرف تجاوب اي سؤال على النصوص المتحررة. طبعا كتاب كيان جيب لي معلومات مهمة قوي بخصوص ايه? بخصوص مدرسة الدوان. طبعا دا مرخص سريعة أو معلومات إيه معلومات سريعة. قلنا طبعاً سمية الديوان روحيا لهم قلنا جماعة خليمة رندل أب الروح بتاع كل مدازة رومانتكية. علاقاتهم بالإحيائيين طبعا هاجم شعراء الديوان شعراء مدازة الإحياء والبعث. وفي مقدمتهم الناس التقيلة بابتع المدرسة أحمد شوي وحافظ إبراهيم والصف الصادق الرافعي. طبعا عملوا كتاب سعيدة أي كتاب الديوان في الأدب والنقد. طبعا كان لهم مآخز كتير على مدازة إيه على مدازة الإحياء والبعث. بيقول هنا اذا وجدت شعر يميل نحو التحرر واستقلال وةبتعد عن تكلفella ومحسنات وصورة يوماني فاعلم يذلك تلك عن اند ماج الثقافة العربية بالثقافة الغربية يعني الكلام أة. يعني ما تلاقي الشعر ببيعز عن تكلفه في المحسنات والمعاني يعنيечениеizes شعر بسيط في اللغة وتبسيط أولتي بصور. وأنا قلنا ب운�аков دلسة ديوان متأثيرة طبعا بالثقافة الإنجليزية. وكانوا عزي يبعطوا ف jeweirect ed's from the Arab gelcardi's bladx. الثقافة العربية بالثقافة الغربية. اللي هو التأثر يعني بالغرب. اذا وجدت الشعر يوكسر الحديث عن القيم والمسل العليا فعلا من تلك السمة من سمة الشعر عندهم وهي تطلع للمسل العليا. طبعا يا جماعة قلنا بلكده كل مدازة المنطقة عندها السمة دي. السمة اللي هي ايه تطلع للمسل الانسانية العليا. هتلاعنا دم طموح كبير جدا. يعني مثلا الشعر هم بيقول لك ايه بيقول لهم يعشق الغيدة لكنه هام ببكر من بنات الخيالي. يقول لك التوضيح يروي شاعرنا قصة شاعر. بقول لك الشاعر لما يتعلق قلبه بالغيد. يعني مش عايز شكل القصيدة لأ لكنه هام ببكر. البكر يا جمال هي هي العزراء. هام ببكر من بنات الخيال. يعني عايز ايه? عايز افكار عزراء. افكار جديدة جدا. افكار جديدة. افكار عالية ما حدش استخدمها قبل كده. ده اسم ايه جماعة? ده اسم الطموح. هتطلع للمسل الانسانية العالية. بيتطلعوا الحاجات ايه? الحاجات عالية جدا. حاجات ما حدش جابها قبل كده. بقول لهمها ببكر من بنات الخيال. طبعا بكر يا جمال عزراء يعني ايه? يعني بنت بكر? لسه بنت ايه صغيرة. فاصده بكر يعني ايه? اصده حاجة ما حدش استخدمها قبل كده. حاجة جديدة. حاجة نظيفة. ده اسمه تطلع للمسل الانسانية العالية. تطلع للمسل العالية. يا قوم تلاقي الشاعر عنده طموح كبير جدا. وبقول لك انا مش بهتم باللهاب اللي انتم بتهتموا بيه. وعندي طموح لحاجة كبيرة قوي. ده اسمه يا جماعة ده اسمه تطلع للمسل الانسانية العالية. ازا وجدت القصيدة متكاملة في بنائها وعاطفتها وتناول موضوعا واحدا ولا تجد فيه لغزة مغيرة جو النفسي. ولا فكرة مخالفة لعاطفة فعلا معنها الوحدة الفنية او الوحدة العضوية. طبعا قلناها بلكده. واحدة العضوية يعني ايه? يعني القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد. لما تلاقي القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد. اعرف ساعتها ايه? اعرف ساعتها ان القصيدة فيها واحدة عضوية. تحققت فيها الواحدة العضوية. وطبعا خلي بلاك كل مدازة رومانتكية. كل مدازة رومانتكية اهتمت بالوحدة ايه? اهتمت بالوحدة العضوية. ازا وجدت الشعر يهتم بالتعمق في الظاهر ويبحث عمّا ورقها من معانين. فعلما انتلك السمة من سماتهم. وهي وضوح الجانب الفكري في شعرهم. دي اهم حاجة في لوات giaسة. تركز معانيا اهم نقطة في لوات لها الشعر عميق الشعر بالسوع فلسفي كشوية. الشعر بيغلب العقل على العاطفة. ده يسمه تغليب الجانب الفكري على عاطفي أو وضوح الجانب الفكري في شعرهم. طبعا ده ادّى ايه? ادّى لأن الفكر يطغى على العاطفة ويصبق الشعور. والقصيدة عندهم بيتهموها بالجفاف العاطفي. يعني القصيدة ايه كأنها ما فيهاش عاطفة اصلا. القصيدة كلها عقل كلها مخ كلها مخ. لكن ايه لكن العاطفة فيها قليلة جدا. هنا الشعر ما كان بيتكلم بيقولك لم يعشق الغيدة ولكنه هاما بيكرم البنات الخيالي. تمام. صورة حسن صاغها لبه. اللب يعني ايه جمعا لب يعني المخ. هتلاقي الانفاظ فيها كل شوية ايه المخ العقل. الزهن. هتلاقي كلها ايه كلها حاجة العلاقة المخ. وحدها في الحسن يحده الكمالية. بلاحظ ما هي كلمة اللب يعني ايه يعني المخ. بيركزوا عن مخ. يركزوا عن التأمل بيركزوا ايه بركزوا على الفكر. يركزوا على العقل. اذا وجدت الشعر يعمل في شعر التأمل في الكون وتعمق في اثار الوجود. فعلا مقناة من سمات مدازة الدوين. طبعا دي سمات مشهولة جدا من سماتهم. ايه ما هي ان هم بيتأملوا في الكون. وبيتعمقوا في الوجود. بقولك الصحراء والبحر له مدلات متعددة. طبعا الصحراء والبحر على حسب ايه? على حسب القصيدة اللي عندنا حسب الصياق. مداش معنى واحد. ممكن تيجي مسلا معنى الامتداد والابد يقصد بها ان حاجة ممتدة. الصحراء طبعا ممتدة قدامك فاضية والبحر نفس الكلام. او الثورة والهدوء عشان البحر ايه هادي. والصحراء برضو بتكون ايه? بتكون هادية. ممكن تيجي معنى الجمال والاعتزاز. الشعر معتز بالبحر او معتز بالصحراء. بيشوف الجمال فيها. طبعا على حسب ايه? حسب السياق اللي عندك. الليل حيث الشعور بالغربة او بس الشكوى او الحزن او الام الحب الضائع. في الغالب في الغالب يعني نسبة تسعين في المية تمانين في المية. هتلاقي الليل في كل القصيد بيعبرا الحزن. او مسلا واحد بيشتكي للليل. واحد بيشتكي يعبرا الحزن اللي جواه عايز يعبر يعني عن مكنون العواطف اللي جواه. في الغالب بيكون في الليل مش يعني في الغالب بيكون الليل. إذا وجدت الأبات الشعرية تبتعد المبلغات في التعبير والأوصاف فعلى ما أن تلك سمة من سمات المداسة وهي الصدق في التعبير. قلنا جماعة عندهم سيئة مشروعة جداً لو هي الصدق في التعبير. يعني ما عندهش مبلغة مش بيبلغ وجامد أو في القصيدة. عندهم قصيدة بسيطة وسهلة. بعيدة عن المبلغات ده اسمه الصدق في التعبير. يعني الشاعر يقول الروح روح الله والعقل الذي يشقيك ضيف في حماها ينزله. يعني أقولك الروح دي ربنا خلقها والعقل ده ضيف عليها. فإذا مضيت تخلصت ومضاتها ورجعت للشيء صمتاً يعويله يعني أو ما تموت طبعاً كل ده هيروح. طبعاً تلاحظ معين الصدق في التعبير ووضوح التعبير قصيدة بينه أو واضحة. وركز معينه وبرده قال العقل. ركز معينه قلنا هتلاقي عندهم ألفاز بقى العقل والزهن والعقلية والفكر بيتكيزوا على العقل أكتر من العاطفة. إذا وجدت الشعر وقد غلبت عليه عاطفة الحزن ورأيتها مقطباً وجوي يعني مكشر فذلك بسبب مسحة الحزن والألم والتشاؤم واليأس. قلنا يا جماعة بلكده كل مدارسة ومدارسة عندها تسمى دي عندهم مسحة الحزن والتشاؤم والألم واليأس. هتليهم حزنانين على طول. هتليهم كآبة على طول. قال عضو حمان شكري أن أكون عائشاً فعيش وعليل النفسي يزوي مثل الرجاء العقيمي الهوى والحياة واليأس والحزن وريب من الزماني خصومي. يعني كل دول أعدائي. طبعاً هتلاحظ معين القصيدة إيه قصيدة حزينة. السمى دي سمى مشهورة جداً عندهم الحزن والألم والتشاؤم واليأس. إذا وجدت الشعر يبتعد عن اللغة التلاثية التقليدية فعلا أنه يميل لإستخدام لغة العصر. يعني اللغة العصر يا جماعة قلنا اللغة السهلة. اللغة إيه اللغة البسيطة. لما تلاقي شعب يتكلم بلغة بسيطة قوي عرف نو بيستخدم لغة العصر مش اللغة القديمة. زينا حمود حسن اسماعيل بيقول دعوني أغني. فإن الغناء طريقي إلى كل سجر مبعيد طبعاً بينا قوي كلها كلمات بسيطة وسهلة. تقدر تفهمها دا اسمها إيه اسمها استخدام لغة العصر. قد تأثرنا بالتراص طبعاً قلنا قبل كده كل المدارس تقريباً فيه برضو لمحة من التراص وليس بياخد حتى من التراص. وطبعاً داي خالف قراء مدرس الدوان. مدرس الدوان متحبش التراص خادص. لكن لو لقيت المدرسة تأثر بالتراص. هنا طبعاً بتكون ايه ؟ بتكون ايه ؟ بتكون ايه بتكون غلطة من الشاعر يعني. غلطة من الشاعر. الشاعر بيكون خالف منهج المدرسة بتاعته. هنا بقول فأينما سارة تراءت له كما تراء خاضعا لمعه آلي طبعا كلمة آلي يعني السراب السراب ده هو ايه؟ نتقماشي الظهر كده في طريق طويل بتشوف اخر الطريق يتحس ان فيه مية ده اسمه سراب بيقى وهم بيقى ايه مجرد ايه مجرد وهم طبعا كلمة آل كلمة قديمة جدا محدش يدر يفهمها اصلا فهنا ده اسم تأثر بالتراث فهنا الشعب يخالف اراء المدرسة بيخالف منهج المدرسة بتاعته قلنا باك إنهم بيعيبوا على مدرسة لحاء والبعث لهم استخدموا ايه؟ استخدموا عิ sorti shop ايه استخدموا無سمات شعر المناسبات يعني ايه عن الشعر المناسبات له الهو المدح بقول والذنب والرساق ده كله اسم شعر ايه شعر مناسبات عندما يكلم عن مناسبة ده اسم شعر المناسبات لكن مدرسة الدوان بيتحبحت الشعر ده لكن برضو للأسف هتلاقيه ساعات الشعر وقع في ايه ووقع في الغلطة يعني مثلا القصارى تأتي رساء مية دي قصيدة الرساء أصلا ده شعر برضو مناسبات يبقى ساعات الشعر مع انه مدرس الدوان لكن ساعات بيخالف منهج المدرس بيخالف ايه بيخالف منهج المدرس قارعة حمد شكري مهاجم عن شعر المناسبات وهنا بيتكلم ايه بيتكلم عن شعر المناسبات هنا بيهاجم الشعر بتاع المناسبات بقول ولو سفلت فقلت الشعر في خبر من السياسة في زول النبوه تاني يعني الشعر بتاعي مش بيتكلم فيه عن السياسة ولو سفلت فقلت الشعر مبتزلا في وصف مخترعين او زمي ازماني او 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 اوصف بقى حاجات ايه حاجات موجودة في العصر بتاعنا ده كله اسمه شعر ايه شعر المناسبات يبقى طبعا هما بيحبو الشعر ايه شعر المناسبات لكن ممكن يقعوا فيه ممكن يقعوا فيه زي الشعر العقاد موقع فيه في النص بتاعيه بتاع رساء مي ايه اذا وجدت الشعر في القصيدات هي يتحدث الموضوع الجديد غير مألوف حق zoomingهزم التجديد في الموضعات طبعا دي سماء ايه سماء مشهول عندهم التجديد في الموضعات بيكلم موضوعه جديد محدش يتكلم فيه قبل كده اذا وجدت الشعر عندهم متحدثة من القافية الموحدة متحدثة بوحدة تفعيلة فعمل من سماء من سماء ايه ما الليهم للشعر المرسل يعني الكلام ده لما تلاقي القصيرة عندهم موزونة وزن واحد التفعيلة فيها تفعيلة واحدة لكن القوافة كتير او بقى تلاقي قوافة كتيرة جدا في القصيرة واحدة ده اسمه شعر ايه اسمه شعر مرسل يبقى دي اهم الملحوظات الشباب بخصوص ايه خصوص مدرسة الدوان طبعا ما تيجي تذكر المدرسة صح هتعمل ايه تفتح الكتاب وتذكر الادب بعدها تبدأ تحل النصوص ايه نصوص متحررة لازم تحل طبعا عشان تطبق ايه تطبق على المدرسة لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع بين صحابك عشان نقدر نكمل محتوى الهادف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشد ولاي الله الا انت نستغفرك اتوب وليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته